أثناء المدخلة لقطات كده من تاجههم للمطار والروح والحالة المعنوية بالمناسبة ممتدة من النهاردة كان في لقطتين مهمين جداً في التامنينة الصبح زيارة كابتن محمود الخطيب وانتوا عارفين قد إيه كابتن الخطيب يمكن بيمثل واحد من أهم الدوافع المعنوية لفرقة النادي الأهلي وقد إيه الحقيقة يمكن عن تجربة كان ليه دور مؤثر كبير جداً في شحن اللاعبين في ظروف صعبة جداً في النسخة الأخيرة وكان واحد من أهم أسباب التتويق بالبطولة الحقيقة كابتن خطيب كان حريص النهاردة برضو أنه يتكلم مع اللعيبة الصبح دي كانت اللقطة الأولى اللقطة الثانية كهرباء اللي زي ما قال كابتن سيد عبد الحفيز النهاردة أنه تقدم بالفعل باعتذار رسمي اللقطة الحقيقة اللي شفناها الكهرباء النهاردة وسط زميله وسط إخواته اللعيبة تحسسك قد إيه أنه لما بيبقى فيه شخص مخطئ بيبقى كل اللعيبة شايدين همه كل اللعيبة عايزين يرجع في التراك مرة تانية وهنا دايماً بنتكلم على فكرة أنه نجومية كل اسم من الأسماء اللي بيضمها فريق نادي الأهلي بتدوب الحقيقة في مصلحة نجومية الفريق وهو النادي الأهلي وهي واحدة من أهم الملامح اللي كانت موجودة في التامنين النهاردة ونتمنى خلاص تكون بالنسبة لكهرباء نقطة ومن أول السطر منتظرين من جميل أهلي مازالت منتظرة منك كتير جداً واسقة بشكل كبير جداً في إمكانياتك محتاجين بس منك تحط رأسك في الملعب كل تركيزك كل حماسك كل إصرارك يروح ناحية الفرقة وناحية التركيز في الكرة كهرباء هيكون في حتة تانية خلص وهيكون إضافة كبيرة جداً للنادي اشتركوا في القناة